نظمت وحدة التنمية المحلية بمنطقة بابا قافلة طبية شاملة للأهالي وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تركز القافلة الطبية على أمراض العيون بفحص ما يقرب من 250 فردا وتقديم العلاج الدوائي لهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وفي طريق خطة الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية نظمت وحدة التنمية المحلية قافلة طبية شاملة بتخصصات مختلفة لأهالي منطقة بابا عندنا النهاردة تقريباً فوق 350 كشف في خمس تخصصات عندنا بطنة وأطفال ورمض وعظام وكمان في أنف أذن وحنجرة خمس تخصصات شغالين نشكر ربنا كويس القوافلة الطبية جزء من الخدمة اللي بتقوم بها مجلس الخدمات والتنمية على مصاوى مصر ودي واحدة من ضمن الخدمات اللي بقدمها المجلس ولا سيما في وسط الأماكن اللي بيبقى فيها كسافة سكانية عالية وبيبقوا محتاجين خدمات طبية احنا هنا في القاهرة يمكن مع المجلس عملنا في خلال بس آخر شهرين دول حوالي ثلاث قوافل بنختار الأماكن اللي كلها بيبقى فيها عدد سكان كبير شوية مع تكون منطقة شعبية محتاجة تكون بسرعة القافلة الطبية تركز على أمراض العيون بفحص ما يقرم من 250 فرد وتقديم العلاج الدوائي لهم فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج لتدخل طبي إلى المستشفيات تقريبا مستهدف أكثر من 350 مواطن وتقديم العلاج تقريبا لأكثر من 250 فرد بالمجان كلهم مكويشين ناش كلهم مكويشين ده كثرة حلوين وكلهم كله تمام كافلة ممتازة جدا ودي مش أول مرة أعملوها وإحنا في منطقة هنا أهل كلنا مع بعضنا مسيح ومسلم أهل في الصراء وفي الضراء القافلة تأتي لتقديم الخدمات الطبية للأهالي والأطفال من رمض وعظام والأنف والأذن والباطنة بمنطقة إمابة ضمن مبادرة نحو صحة عيون أفضل للمصريين